تخوف من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على مواقع نفطية في ليبيا بعد ورود معلومات عسكرية عن تجهيز تنظيم داعش لعملية كبيرة للهجوم على منطقة الهلال النفطي خلال الشهر الجاري يسود التخوف الأوساط الليبية من تمكن التنظيم السيطرة على المنشآت النفطية في البلاد ما يمكن أن يؤثر اقتصاديا وعسكريا على ليبيا هذا مرفق حيوي مرفق نفطي وبالتأكيد سيكون له تأثيرات اقتصادية وعسكريا هذا يربط الأمور ببعضها حقيقة ما يحدث في ذرنة وما يحدث في سرط وما يحدث الآن في الهلال النفطي هذه مؤشرات خطيرة جدا جدا وكان تنظيم داعش في ليبيا حاول السيطرة على بوابة أمنية تابعة لحرس ميناء السدر النفطي إلا أنه تم صده بجهود قوات حماية المنشآت حتى هذه اللحظة نحن في وضع المراقبة نتيجة لعدم سيطرة المؤتمر الوطني العام كما تعلمون أن ليبيا مقسومة إلى قسمين على الهلال النفطي إذا لم يتم التوافق ليبيين وأنه يعتبروا أن هذه المسألة تورى ثروة ليبية يجب المحافظة عليها من جميع الليبيين فلن نصل إلى حل يذكر أن داعش سبق وأحكم سيطرته على مدينة سيرت في المنطقة الوسطى في الفترة الماضية بينما يقود مواجهات مسلحة لاستعادة مدينة درنة التي كان يسيطر عليها منذ أكثر من سنة